اشتركوا في القناة مدافع منتخب الوطي المغربي يتعرض لإصابة خطيرة والرقراكية يقرر استدعاء جوال يميق لتعويضه داخل لائحة الأسود الدول المغربي مراد بطنة يتألق من جديد ويتقاسم صدارة قائمة أكثر لاعبين صناعة للأهداف في دور رشن السعودية رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجم منتخب الجزائري رياد محرزة هذا ما قاله مدرج بالمنتخب الإكوادوري بعد تغلبها عي أسود بخصوص إمكانية تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الموالي طمأن سوفيان بوفالة نجم المنتخب الوطني المغربي الناخب الوطني وليد الرقراكي عن جاهزيته للمشاركة في كأس مم إفريقيا 2024 المقرر في الكوديفوارة وعاد بوفال إلى التدريبات الجماعية مع ناديه الرأي القطرية بعد غياب دمى لأكثر من ثلاث أشهر بسبب الإصابة وظهر بوفال أساسيا في المباراة الأخيرة لنادي الريان في الدور القطري لكنه أضاع ضرب الجزاء وقرر الرقراكي ترك بوفال في ناديه القطري في المعسكر الحالي حتى يحافظ على إيقاعه في المباريات حيث كان من الممكن أن لا يشارك اللعب في المباراة الويدية أمام تنزانيا بسبب غياب التنافسية وبالتالي سيكون سوفيان بوفال حاضرا مع المنتخب المغربي في كأس مم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي أعلن نادي الوحدة السعودية عن اندمام المدافع المغربي جواد اليميق إلى صفوف المنتخب الوطني وذلك استجابة لحاجة طارئة بسبب إصابة نيف أكرد مدافع نادي فريق ويسهم يونيتد الإنجليزية ويأتي اندمام المغربي جواد اليميق البالغ من العمر الواحد والثلاثون عاما إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي بعد وقش قصير من اندمامه إلى صفوف نادي الوحدة السعودي قادما من نادي بلد الوليد الإسبانية ويشغل جواد اليميق مركز قلب الدفاع ويتمتع بخبرة واسعة في المشاركة على الصحة الدولية حيث شارك في 27 مباراة دولية مع المنتخب الوطني المغربي وتأتي هذه الخطوة بناء على ضرورة بسبب إصابة الدول المغربين في أكرد التي استدعت استبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني المغربي يواصل المحشري في المغربي في نادي الفتح السعودي مراد باتنا تألقي رفقة فارقه حيث سجل حضيره في قائمة أكثر لاعبين صنع للأهداف في دول رشن بعد موروث 13 جولة من المسابقة المحلية ويتقاسم المغربي مراد باتنا صدرت أكثر لاعبين صنع للأهداف مع لاعب ندي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعب الأهلي الجزائري رياد محرز برصيد سبعة تميرات حسيمة هذا ويتواجد الصاحب الثلاثة والثلاثون عاما في المركز الرابع ضمن قائمة هدى في دول رشن السعودي بإحرازه سبعة أهداف مع فريقه الفتحة فيما يتصدر رونالدو جد والترتيب برصيد 13 هدفنا ويحتل مراد باتنا مع فريقه الفتحة المركز السالس في التدريب دول رشن السعودي برصيد 24 نقطة بينما يتواجد النصر في الصف الثاني بواحد وثلاثون نقطة متبوعا بالأهلي في المرتبة الثالثة بسالس وعشرون نقطة قال ديوغو مارتينيز مدرب المنتخب الإكوادور الأقل من 17 سنة إن المنتخب الوطني المغربي ورشح بقوة للمرور إلى الدور الثاني في كأس العالم المقامة حاليا في أندانوسيا وأوضح رب المنتخب الإكوادوري في تصريح صحفي بعد الفوزي مع المغرب اليوم بإثنائية أن الأشبال يتوفرون على فريق جيد وشدد مارتينيز على أن المنتخب المغربي يملك كل مقاومات لتحقيق العبور إلى ثم النهائي كأسعان من الناشئين حيث تابعها إلىنا كنت أعرف أن المواجهة للمنتخب المغربي ستكون صعبة للغاية بحكم جود للعبين المغرب وكان سعيد شبامو تدرب المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة قد أوضح في تصريح بعد خسارة الأشبال أن العام البدني والنفس الجانة جاعل هجوميا كان السبب كبيرا في الهزمة حيث تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي يتوفر على ثلاث نقاط في المركز الثاني في مجموعتها في حين يمتلك المنتخب الإكوادوري أربعة نقاط في المركز الأولى ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا